بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج في الصميم ما الذي جرى بالضبط فجر الثامن والعشرين من نوفمبر عام 1990 في قاعدة إنال العسكرية ما هي ظروف التي اكتنفت إعدام ضباط الموريتانيين كانوا معتقلين هناك هل كان المعتقلون حقا ينون القيام بانقلاب عسكري وعلى من كانوا يريدون الانقلاب على السلطة القائمة أم على مكون اجتماعي لماذا يظل الناجون من تلك الأحداث وتلك التصفيات كما يسمونها يتحدثون عن هذه الملفات رغم مضي زمن طويل عليها ورغم أن السلطة في عهد واللطايع قامت بعفو عن تلك الأحداث وما تبعها ورغم ما حصل من تسويات في عهد الرئيس السابقس لمحمد الشيخ عبدالله وفي عهد الرئيس الحالي محمد العبدالعزيز يسعدنا أن نطرح هذه الأسئلة على أحد الناجين من تلك الأحداث التي حصلت في إنال فجر الثامن والعشرين نوفمبر عام 1992 النقيب السابق في الجيش يوسف أليمان دا شكرا جزيلا يوسف على مشاركتكم معنا نريد في البداية أن تقدموا نفسكم بشكل مختصر لمتابعي البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أولا أشكر قناة المرابطون على إتاحتها هذه الفرصة للتعبير أما جرى في عام 1999 في قاعدة إنال وأنا اسمي يوسف أليمان سيري جه مولود في سنة 1958 في بوغي تلقيت دراستي الأساسية والإعدادية والثانوية في بوغي وانخرطت في الجيش الوطني في 30 أكتوبر 1908 وتلقيت تكويني في مدرسة العسكرية لمختلف الأصلحة بأطار وعملت في مختلف مناطق الجيش حتى سنة 2006 تقعت برتبة نقيب جيد إذن بعد هذا التعريف نحن حديثنا الليلة سيتركز على الأحداث التي حصلت في إنال عام 1990 والأحداث التي أعدم فيها 28 ضابطا قبل أن نصل لما الذي حصل وكيف حصل نريد أن نعرف متى بدأت هذه الاعتقالات التي اعتقلتم في سياقها شكرا قبل تكلمي في أحداث إنال هناك مقدمة لا بد أن يعلم الجميع أن بداية هو بعد الإنقلاب سنة 1987 هناك ممارسات المحاولة الإنقلابية التي قام بها كان ضباط حركة فلام حركة مجموعة من الضباط العسكريين فكروا في القيام بإنقلاب وحدث محاكمة وأعتقل كثير ومتجاوزوا من خلال التفكير لأنهم كانت لديهم خطة وأعتقلوا ساعات قبل أن ينفذوها وأعتقلوا قبل تنفيذ هذا وحدث محاكمة وانطلاقا من هذه المحاكمة أعدم ثلاثة ضباط وتم اعتقال الكثير منهم وبعد هذه الإنقلاب وهذا طبعا شيء عادي في تلك الفترة لأنه في 16 مارس كان هناك أجمع من الضباط أيضا ضباط بيضان إذا أردنا نتحدث بهذه الطريقة قاموا بمحاولة انقلابية فشلت تمت محاكمتهم من نفس المحاكمة وتم إعدام أيضا آخرين منهم يعني من يحاول الانقلاب إما أن ينجح يصبح رئيس أو أن يفشل يعني يذهب إلى المشنقة وإلى الموت على كل هذا الانقلاب تم محاكمتهم وإعدام ذلاهة الضباط وإتقال الكثير منهم وبعد هذه الفترة لوحظ هناك ممارسات ضد الجنود وخاصة التوكلوريين كما يقولون وانطلاقا من سنة 1987 هناك ممارسات وهناك ضغوط ضد الضباط والعسكريين الهلبلاريين لأن المعلومات التي توفرت أثناء التحقيق أنه الذين كانوا يريدون انقلاب 87 كانوا يريدون ليسا الانقلاب على النظام السياسي القائم وإنما كانوا يريدون تصفية مكون كامل وهو مكون البضان كما قال هذا تعبيرات كل واحد يفسر لأنهم كانوا يفكرون فقط ولم ينفذوا كانوا يفكرون فقط ولم ينفذوا هذا ما أستطيع أن أقول كانوا يفكرون في ماذا؟ يفكرون في الإقلاب في الإقلاب على كل نحن حديثنا ليس عن حداث 87 لأنه أنتم لم تعتقلوا في محاولة الإقلاب 87 سنريد أن نعرف الاعتقالات التي حصلت في سنة 90 متى بدايتها؟ متى كانت بدايتها؟ قبل بدايتها حدث أحداث بين موريتانيا والسنغال وبعد أحداث موريتانيا والسنغال تم تصفير الكثير من المدنيين وكانوا يفكرون في تصفير العسكريين من ضمنهم ولكن لما تعذر ذلك لأسباب أمنية ولأسباب عادوا يمارسون ضغوط وممارسات غير سلمة ضد الموريتانين بعد 89 وانطلاقا من هذه الفترة حدث في كيهيدي اتهام بعض العسكريين بتباطئ مع العسكريين حركات العسكرية التي تقوم من سلغان للإحاطة بوحدات موريتانيا في موريتانيا وعتقلوهم واحتجزوهم في عزلات وهؤلاء حوالي 150 جندي وهناك من هذا كان في أي فترة؟ من استشهد هناك في متى كان هذا؟ بعد 1979 حركات 89 لا هذا كان في 90 بس بريد أن أعرف في أي فترة إذا كنت تتذكر في أي شهر؟ لا أتذكر شهر ولكنه بعد بعد 89 إذن تقل أكثر من 150 أكثر من 150 في عزلات في العزلات واستشد بعضهم كم قتل منهم؟ لا أعرف بالتحديد طيب ولكنهم في سنة 1960 تسعين في شهر ستمبر تم نقل هؤلاء الذين كانوا محتجزين في عزلات نقلهم إلى المناطق الأخرى وعلى كلها البعض منهم نقل إلى المنطقة العسكرية العولى في نوذيبو وهذه المنطقة التي كنتم فيها؟ أنتم كنتم في المنطقة العسكرية العولى فيها؟ أنا كنتم في المنطقة العسكرية العولى وأنا من بين الضباط الذين استقبلوهم حوالي 25 عسكري أتوا هناك وحتجزوا هناك ولما أنا سألت أحد الضباط الذين كانوا يشرفون عليهم قال إنهم جنود متمردون في عليك ونقلوا إلى هنا لحجزهم إلى محاكمتهم وإلى تسريهم من الجيش جيش الوطني. طيب. وبعد ذلك بشهر واحد بدأت الاتقالات في نهاية شهر اكتوبر. في نهاية شهر اكتوبر. 1990. 1990. وكنت من بين المعتقلين. وكنت من بين المعتقلين. كيف تم اعتقالكم وين؟ أنا كنت تعرفون الضابط المداومة. أنا كنت ضابط المداومة. وكنت في موقعي. وعندما جاءني أحد الضباط. أعتني بورقة مكتوبة به. السيدي الملازم أول. أنا تحت الصرف ملازم أول كذا. إلى فترة غير مؤمنة. وأخذني وأعتني بسجن. بعد إلى المغرب نقلت إلى إنا. الساعة كم؟ مغرب بعد المغرب فقط. لا ساعة. يعني هو الاعتقال معنا كان دلعصر أو شيء. احتجزني في نهربو. في قاعدة نهربو. بعد ثلاثة ساعات عند المغرب تم نقلي إلى قاعدة إنا. وعندما أتيت إلى إنا. قائد القاعدة الذي كان هناك هو أول من استقبلني بالضرب. بالضرب مباشرة. مباشرة. هو نفسه. وهو زميلي. هو زميلي في الجيش. من نفس الدفعة الذي أنتم إليها. ما هي التهمة التي وجه لك؟ يعني غير الضرب. هل تحدث معك؟ أنت منهم فقط. أنت منهم؟ أنت منهم. منهم؟ أنت منهم؟ العذري. لحسن الحظي أنا كنت قاعدة إنا. وعنا من بين اللي ركبوا وحدة الإنال التي كانت هناك. لأنني ركبتها. الجنود الذين كانوا تتصر فيه. يعطونني في المساء. ليقول سيد الملازم أول. اعترف. قل أنت منهم. إذا لم تقل أنت منهم سوف يقتلونك. لأن فلان كان هنا وقتل. لأن فلان كان هنا وقتل. فلان كان هنا وقتل. يعني هناك ناس قتلوا قبل 20 نوفمبر؟ قبل مجيء. هل تعرف بعض الأسماء منهم؟ أنا أعتقلت أنا أعتقلت مآخرا. الذين سبقوني في الاعتقال كانوا هناك. يقولوا أنا كاكلان. إذا لم تعترف. هل ذكروا لك أسماء من بينما القتل؟ هل ذكروا لي؟ ذكروا لي؟ من؟ ماذا؟ سل أبدو الله يا موسى. مثلا. قالوا لي هو كان هنا. إذا لم تعترف. قتل أثناء التحقيق؟ بدون شك قتل هناك. طيب. ولكن هل فيه تحقيق؟ تحقيق لا بد أن توجه لك توما يقول لك أن أنت متهم بفعل معين؟ لا أعرف. قل فقط أمضيت أسبوعا كاملا في تعذيب. في ورشة التعذيب. في الصباح يأتيني قائد القاعدة ويستمع مع اعترافي. وإذا لم يكتمل قل أتابعوا. يتابعون التعذيب. يتابعون التعذيب. ومؤخرا أتاني أحد الجنود الذين كانوا تتصرفين لأنني كنت قائد إناب. قال لي قل أنك منهم وأنك كنت تعرف المؤامرة وأنك كذا وأنك كذا. وبعد ذلك قلت أنا منهم. أنا جاءوني وحدين. أترفت. وقالوا لي هذا وكنت أعرف فقط. أترفت بماذا؟ أترف بأني كنت أعرف أن هناك مؤامرة فقط. هذا هو ماذا جاء. وماذا جاء هذه المؤامرة؟ لا أعرف. يعني تعترف بشيء لا تعرفه؟ لا لا أعرف. كيف؟ بالضرب. بالضرب. لكن هم المعلومات التي يقولون أنه أنتم كنتم تحضرون للإنقلاب لم يكن هناك إنقلاب. لم يكن هناك إنقلاب. لم يكن هناك إنقلاب. لأنه لا يعتقلين حوالي ثلاثمائة شخص لا يعرفوا واحد ثاني. أبدا. إذن لم يكن هناك إنقلاب؟ لم يكن هناك إنقلاب. هي كانت استراتيجية. استراتيجية. لماذا نقل الأفراد الذين كانوا فيه عليه. نقلهم إلى نواذيبو. ومن ثم نقلهم إلى إنال مئتين وخمس وخمسين كيلو متر. كم اعتقل في نواذيبو؟ حوالي ثلاثمائة شخص. ثلاثمائة شخص. لم يبقى. ما يرتبهم العسكرية؟ كل الرتب. مختلف الرتب. مختلف الرتب. من جندي. عريف. رقيب. ملازم. ملازم أول. مختلف الرتب. لم يبقى حقا. هل كانوا كلهم من مكون البولاري أم كان فيهم صونيكي وغلف وبيضان وحراطيين؟ لم يكن هناك صونيكي في البداية. لأنه نواذيبو كان هناك صونيكيون. ولكنهم لم يذهبوا إلى إنال. وبعد عودتنا إلى نواذيبو. ومن ثم اعتقلوا وادمجوا إلى المعتقلين. وبعد ذلك تم تسريحوا حرية. كيف كانت ظروف الاعتقال؟ سيئة. صف لنا يوم في المعتقل. كيف كان؟ تبدأ بشع. بشع. هو ليس يوم. هو متكامل. نهار في الليل والنهار تعذيب. تعذيب بالضرب. وتعذيب بشنق. وتعذيب بالغرص في الماء. وتعذيب بالحرق بالنار. كل يفعل ما يحلو له. الجنود يفعلون ما يحلو له. في الليل وفي المساء. يعطي قائد القائدة التعليمات. ويذهب. ويذهب. يأتي مجموعة. ويأخذون واحد. ويضربونه إلى أن يموت. ثم يأخذونه ليلفنوه. مباشرة. يموت هنا التعذيب؟ عمامي. من؟ العارف هو. هو كثير. هي عبارة عن ساحة. مذبحة. طيب. لكن الانقلاب. أنتم كنتم أيضا. لو كنتم قلتم منقلاب. ربما كنتم ستقومون بنفس الشيء للآخرين. ها. لو كان هناك انقلاب. لم يكن فكرة انقلاب. كيف تثبيت أنه لم يكن هناك انقلاب؟ أنا أؤكد. أنا أؤكد. لم يكن هناك أي فكرة انقلاب. لا. أبدا. لم يكن هناك انقلاب. ربما أنتم لم تكنوا على علم به. لا لا لا. لم يكن هناك استراتيجية مدبرة. ربما رحتم ضحية كبار. خططوا الإقلاب ورطوكم فيه دون أن تدروا. أنا أؤكد لك هو لم يكن هناك انقلاب. هو كان مكان استراتيجية. كان يريدون التخلص من عناصر الهلق لا. لأن قائد المنطقة كان يقول لقادته ساعدوني على التخلص من هؤلاء. لماذا؟ لأن التهمة التي وجهت إلى العناسر التي كانوا في إعلاق وحتجزوا في عزلات قائد المنطقة استدعاني إدت مرات ليستجيب بني. هذا قبل أن تعتقل؟ قبل أن أعتقل. قبل أن أعتقل. مرة استدعاني. هذا يدل أن كانت لديهم معلومات حولك؟ مرة استدعاني. أنه كانت هناك تهم تحوم حولك؟ غير موجودة. استراتيجية فقط. لأن تسعة وثمانين كانوا يريدون التخلص من هؤلاء. يريدون تسفيرهم إلى سناغال. ولكن بعض العناصر والبعض المفكرين قالوا لهم إن تسفير هؤلاء العسكريين إلى سناغال. سيساعد الحركات التي تقوم بحركات العسكريين. لكن هم يقولون أن هؤلاء هؤلاء في الجيش كانوا 87 سيقومون بانقلاب وكانوا سيقومون بتصفية البلان وإبادتهم وتسفيرهم. أنتم نويتم شيئاً ولم تستطيعوا أن تقوموا به وهم نووا شيئاً واستطاعوا أن يقومون. هذا مجرد تفسيرهم في انقلاب 87. إنقلاب 87 قالوا إن مجموعة من هؤلاء العسكريين كانوا يريدون أن يقضوا على البغان. أنا وصرييني. هذا تفسيرهم هم. لماذا؟ لأن أنا كنت في تدريب تدريب تمهور تدريب نقيب في أطار. وعندما حدث على الانقلاب أتنا قائد المدرسة وقال لنا ليخبرنا ما حدث. قال لنا لأننا كنا ضباط كنا أكبر الضباط في المدرسة وقال لنا هناك حدث مهم حدث في الأكشرة. سأطلئكم عليه. ماذا قال؟ مجموعة من الضباط من الهلبريين كانوا يريدون القضاء على كل القادة العسكريين. هذا ما قاله. وعندما حدث الانقلاب بعد الانقلاب جاءنا قائد الأركان أنا ذاك. واجمعنا. ودخلنا في قاعة كل الضباط. كل الضباط في المدرسة. من هو قائد الأركان حينها؟ أحمد المنة. بالمنة. وعندما دخل القاعة. أمضى مدة خمس دقائق لم يستطع أن يتكلم. وعندما بدأ بالكلام أشار إلى أحد الضباط البغان. وقال لهم أنتم ما أنكم الضباط. أنتم سيئون. ما أنكم الضباط. لماذا؟ لأن أنتم كقادة كالضباط. كمدافعين عن البطن. كمدافعين عن الأمة. مع أصحابكم شريرين يريدون القضاء على أمتكم. يريدون القضاء على دولتكم. يريدون القضاء. احتلها البغان. فهذا الخطاب. هذا الآن في الوقت الذي نتكلم. يمكن أن يحدث هذا الخطاب. الآن يمكن أن هذا وارد. ولكن أنا ذاك. أنا ذاك. لا. وإنما هناك. هناك فقط. بعض الضباط. دعنا نرجع لموضوع إنال. نرجع لموضوع إنال. يعني تقلتوا إذن وصلتم لإنال بداية نوفمبر. ما الذي حصل بالضبط في إنال فجر 28 نوفمبر 1990؟ هل كنت هناك في الأنبار الذي كان فيه؟ في الأنبار الذي حدث في عشية 28 نوفمبر. نحن كنا الضباط همانية وكنا محتجزين في غرفة واحدة. كل الضباط عندما ينتهي من الاعترافات يأتون به إلى الغرفة. وعشيتها أخرجنا كلنا لأننا كنا همانية. وقالوا لنا هل تتذكرون هذا اليوم؟ قلنا له نعم وهل 28 نوفمبر. آه أنتم مقايا وأنتم مقايا. هل تتذكرون ذلك؟ إذن هو حدث مهم. وبعد المغرب أدخلونا. وبعد ساعة أتونا فأخرجوا من بيننا أربعة طباط. أنتم كنتم ثمانية؟ كنا ثمانية. من هم هؤلاء الثمانية؟ هؤلاء الثمانية أنا. ومع أحد 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 أخرجوا سل عبد الله موسى و أخرجوا سي مم السيد و أخرجوا كان منصور و أخرجوا أن ذهيروا من البحرية و هؤلاء كانت ساعة كم عندما أخرجوهم؟ أخرجوهم بعد المغرب مباشرة و باتوا هنالك لم يعود إلينا إلا منصور كان و سي مم السيد إذن احتفظوا بإثنين فقط ماتوا من ضمن الذين مجموعة الأربعة اللي خرجوا في النهاية عادة منهم اثنان أنتم ثمانية نحن ثمانية خرجوا منكم بأربعة أربعة وبعدين عادوا إثنان عادوا إثنان منها خذوا في النهاية اثنين فقط من الضباط ماتوا ماتوا من ضمن الذين متى متى كان ذلك و كيف لا أعرف أنا كنت في غرفة أنا لا كنت في غرفة على كل هالين حسب روايات الزملاء الذين ععدوا إلينا قالوا إنهم احتجزهم على السيارات سيارات واقفين و يضربهم يعذبهم يعذبهم بالماء و الضرب و عندما عصبه و عندما نزأوا نزأوا الأحباب كانوا يعذبونهم في الليل ذلك ما أتوا مباشرة كانوا يعذبونهم كانوا من بين الضحايا 28 طيلة الليل كانوا يعذبونهم طيلة الليل و أنتم في الغرف لم يكن لكم خبر لم يكن لكم خبر عندما عادوا إلينا فقط أخبرنا أصحابنا الزملاء الذين عادوا إلينا أن أهنين منا استشدوا ماتوا ولكن الآخرين الضباط صف والجنود لا عارفوا هؤلاء متى علمتم بوفاتهم البقية متى علمتم بأنهم قتلوا في نفس اليوم علمناها بعد الخروج بعد أن خرجتم بعد أن قدنا إلى نوذب يعني أنتم في نفس اليوم علمتم فقط بموت بقتل صديقيكم صديقينا صديقينا فقط صلى الله عليه الموسى وعن لهيرو طيب لماذا هؤلاء لماذا فقط 28 كم عدد المعتقلين اللي كانوا في إنال لا أعرف عدد ولكن قلت في نوذب وحدها من نوذب وحدها كان فيه مئة هؤلاء من نوذب منقلوا إلى إنال و الناس اللي كانوا في العزلات أيضا جاءوا لي إنال هما ماتوا ما عدا إذنان منهم إذنان فقط ماتوا كلهم ما عدا إذنان منهم وأهد منهم عندهم أنساب أنتموا إلى الحراطين والآخرين طيب لماذا اختيار هؤلاء الأشخاص لماذا أنتم ما نحن كتلتوا لا أدري وآخرين لا أدري ربما هذا السؤال لا بد أنكم قطوا طرحتوها لأرسكم لا أدري لا أدري هل لي أنهم ربما لم يعترفوا بما اعترفتم أنتم به لا أدري نتعرف طيب متى بعدها مباشرة أنتم خرجتم من إنال لا وإنما حدث هذا في التعذيب في جريدة هنا أخبر رئيس الجمهورية أن ذاك أن المعتقلين كلهم في حالة بشعة وأنهم إذا لم يستدركوا سوف يموتون وعندئذ أرسل رئيس الجمهورية أفهم رئيس الجمهورية بعثة تتكون من طابط الاستخبارات الذي كان قائد المكتب الثاني ورئيس ورئيس المواصلات من هو وهو الآن وهو الآن وهو الآن هو الآن هو الآن مدير مدير الأمن الحالي وعاتونا وعندما أتونا مدير أتونا إلى مدير الأمن الحالي مدير العامل الأمن أتوكم أتونا وعندما أتونا أمر قائد قائد آنذاك أن يداوية جرح يعني يداوية مدير وبعد عودتهم ذهبوا بعحد مننا إن قالوا تنبض ذهبوا به إلى أين ذهبوا به؟ لا أدري هل قتل هو الآخر؟ هو مات على كل هلين مات؟ مات على كل هلين هو مات إن قالوا تنبض وعندما أتو كانوا لغرض أن ينقلونا إلى جريد يأتوا بنا يحملونا إلى جريد ولكن قائد المنطقة العسكرية عن ذاك قال أنهم لا يستطيعون أن يتنقلوا إلى جريد بسبب الجروح بسبب التعذيب وعندئذن نقلونا إلى نوذيب المعتقلين كلهم كانت فيهم جروح؟ كلهم كل المعتقلين كانوا فيهم جروح يمكن أن تراه أخر الجروح لا زالوا لإذن جراء وعندما نقلوا إلى نياذب في أواخر داسمبر في أواخر داسمبر تمنا بسبب س various أواخر داسمبر؟ أواخر داسمبر أواخر داسمبر تمنا pink في يناير فيبلاير ومارس الشهر مارس أفوان أفوان أنتو أريد أن أعرف متى بالضبط انتهت هذه الفترة من التعذيب في إنال ومتى خرجتم أريد أن أعرف متى حدث ذلك بالضبط وكيف استمرت ظروفكم لكن اسمح لي لأينا قبض وفاصل إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير نواصلوا بعدها وحلقة الليلة من برنامج في الصميم التي نستضيف فيها النقيب السابق في الجيش الوطني يوسف أليمان جاء لا تذهبوا بعيدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جزء الثاني والأخير من حلقة الليلة من برنامج في الصميم التي نستضيف فيها النقيب السابق في الجيش الوطني السيد يوسف أليمان جاء يحدثنا عن أحداث إنال وأحداث التصفيات التي تمت في تلك الفترة في عام 1990 أستاذ يوسف لو وصفت لنا اللحظة التي تم فيها إخباركم بأنه ستخرجون من إنال كيف كانت وكيف كانت مشاعركم فيها؟ لم يخبرون بتنقل من إنال لم يخبرون أي شيء وإنما أتونا بعد المغرب وفتحوا الباب وقالوا أخرجوا وإنما خرجنا ركبنا على السيارة شاحنات ونقلونا إلى نوايب هذا كان في أي تاريخ؟ في أي يوم؟ في آخر ديسمبر في نهاية العام في نهاية العام وعمضينا هناك ركبتم في السيارات؟ ركبنا في السيارات كم كنتم تقريبا في السيارة الواحدة؟ السيارة الواحدة لا أعرف عدده ولكن كثير كثير لا كل ما كثير ثلاثة سيارات هل سمحوا لكم بتغيير ملابسكم؟ لم يكن هناك ملابس كيف؟ لم يكن هناك ملابس كيف؟ لم يكن هناك ملابس كان هناك فقط كان هناك تركار فقط؟ فقط لا توجد تحتها أي ملابس؟ أي ملابس وهذه الملابس كانت عندكم منذ كم فترة؟ ملابسنا العسكرية وعندما يعتقلون لنا يأخذونها مباشرة والقندورة هذه كانوا يسمحون لكم من حين لآخر بتنظيفها؟ وعندما أدخلونا في الباب أتعنا بترواكار تعرفونا بترواكار وعطونا كل واحد بترواكار عند اعتقالكم؟ عند استقالنا وبعد ذلك أتونا بتنبله كيف كان نظامكم الغذائي في البترة هذه؟ سيء لكن ما هو كيف؟ كم عندكم من رجبة في اليوم؟ واجبة واحدة واجبة واحدة في اليوم واجبة واحدة في اليوم ورز وماء ورز وماء؟ ورز وماء وفي لحم ما في خضار ما فيه؟ ما في خضار ورز وماء فقط إذن ذهبتم في السيارات هذه الكبيرة إلى نواذيبو؟ إلى نواذيبو نعم لحفظ الظخائر ليس فيها أبواب وليس فيها نبافذ غرف وزعنا غرف كانت لذخائر؟ لذخائر فقط واحتقلتم فيها أنتم؟ مستودعات ذخائر الغرفة الواحدة؟ وعفروها من الذخائر كم مساعتها؟ لا كلنا الغرفة التي كنا نحن فيها الضباط ضيقة جدا كنتم كم من ضابط؟ ونحن كنا الثلاثة عشر ضابط في غرفة واحدة؟ نحن كنا الثمانية وعندما أتينا أن نواذيبو ألحقوا بنا الثنينكيين بعض الضباط الثنينكيين وعصبعنا الثلاثة عشر ضابط وعمضينا هنالك عمضينا هنالك الثلاثة عشر ومن خلال هذا العشر توفي البعض بسبب بيري بيري بسبب هذا السوء التغذية سوء التغذية وبعد في خمس مارس تم تسريح بعض الضباط ابتداء من من ماذيبو وبعد ذلك نوكلنا إلى جريدة قائدة جريدة هنا نوأكشرت يعني الحكاق قال لم يعد لدينا كثير من الوقت ولدينا الكثير من الأسئلة ونريد أن نعطي وقت لبعض الأسئلة التي تريد من خلال المشاهدين يعني متى خرجتم في النهاية؟ خرجنا في أبريل وأبريل وأنتم كنتم فيما يبدو رجعت الخدمة العسكرية أنت؟ أنا رجعت هنا بعدها طيب ما هو أول شيء قمت به أو قام به من سرح منكم لكي يطلع رأي العام على الذي حصل؟ لم 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 يكن هناك أي نظام كل واحد لم يكن لك أي مبادرة بهذا الشأن لا هناك بعض بدأ يكتب وبدأ يتحدث وصدرت بعد تصريه بعد تصريه أغلبية الضباط سافروا إلى إلى الخارج من بين هؤلاء من كتب محمد السي الذي كتب بلاغ أردنان ومسي من سيده من سيده وكتب كيف كان شعرك وأنت تؤدي الخدمة في الجيش بعد كل هذه المعانات؟ عندما عفى عنا الرئيس عن ذاك كنا كثير ترى الجريدة لم يكن هناك إلا الذين اتهموا أنهم سيحاكمون والآخرون نقلوا إلى قاعدة النبيك وبعد العف كلنا أتينا هنا لأكشرة لم يكن هناك أي قرار وبعد القرار بادروا بمحاكمة عسكرية محاكمة عسكرية محاكمة عسكرية بعد قرار العفو بعد قرار العفو أعدلوا مع محاكمات عسكرية بالنسبة للضباط فقط عفوا ضباط الصف والجلود سره مباشرة أنتم خدعت من محاكمة عسكرية حضرناها من خلال انطلاقا من هذه المحاكمة العسكرية تمت تبريئتكم في المحاكمة العسكرية تمت تبريئتي نحن كنا عشرة تبريئتنا وقرروا إعادتنا إلى الجيش صفور الجيش والآخرون نسرره طيب لكن هؤلاء الذين سرحوا يقول البعض أنه أصبحت بدل أن تكون مشكلتهم مع النظام الذي قام بهذه الجرائم بحقهم أصبحت لديهم مشكلة مع البلد كله وأصبحوا ارتبطوا بالجهات الخارجية وأصبحت دعايتهم وعملهم ليس ضد النظام وإنما ضد البلد ما رأيكم في هذا؟ لا غير موجود لماذا؟ لأنه لأنه مهما حدث مهما حدث لا تجد أي موريتاني وخاصة موريتاني ضابط مسترير استغطان في البلد الآخر كلهم عادوا كلهم عدوا إلى موريتاني وهم الآن يعيشون مع زملائهم بضع الضباط الذين أذبوهم الضباط الذين أذبوهم يعيشون معهم هل لديك الآن صدقات صدقات مع ضباط كان أذبوك في إنال أنت للمساعد شخصي أنا خدمت معهم الذي الذي اعتقلني الذي الذي اعتقلني والذي مارس التعذيب في حقي خدمت معه في نفس الوحدات بعد أن خرجت بعد أن خرجت لو كنا شريرين لو كنا شريرين لا 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 لقمنا بأعامل غير موضوعين نحن نحب موريتانيا لكن لماذا حتى الآن ما زلتم تطرحون نفس القضية مع أنه والدطاع عفا عن ما حصل والبرلمان عفا عن تلك الأمور كلها وفي عهد الرئيس السيدي والشيخ عبداللهي أيضا حصل اعتراف واعتذار من الدولة في عهد الرئيس الحالي اعترف وذهب إلى كيهيدي وصلى صلاة الغائب على الضحايا وتم تعويض تعويض كبير للكثير منها ولكن مع ذلك ما زلتم تطرحون هذا الأمر لماذا؟ هو ماذا فعل مع ذلك وماذا فعل مع ذلك أولا من عبدالأبو العبدالعزيز هو فعلا قام بهذه الأشياء ولكن ماذا فعل المجرمون الذين قتلوا قتلهم بعض الأشخاص وهم معروفون وهو وهو الآن من أصدقائه المؤذبون أصدقائه العزيز وهو يكرمهم وهو يوشههم وهم قادة الجيش وهم يتقلدون أهم المناصب في هذه الدولة هذا هذا ما يثير لكن الدولة الدولة اعتذرت الدولة اعتذرت والدولة عوضت لكن 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 عف العف انتهاك حرومات الإنسان أنا انتهاك حرومات الإنسان لا يعفو أنه إلا أنا ما كان لمؤمن أن يكتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له هذا بنابه أين العف لا يحق أول عزيز أن يعفوه ولا يحق للبرلماني أن يعفوه ولا يحق لإنسان آخر أن يعفوه بدلا من أسهاب الدماء وهو انتحاك حرومات الإنسان هما أناس هما جنود هما كانوا جنود كانوا كانوا يؤمنون الدولة كانوا في رباق وقتلوا وهذا ليس فقط فشعرنا نحن البلاليون هذا قضية الشعب كله شعب الموريتاني كله لهما يجبون أن يقفوا معنا ويتكلموا مثلنا لأن هؤلاء الجنود كانوا مرابطين كانوا يؤمنون الدولة كانوا تركوا أهالهم وذويهم وذهبوا تحت صرف قادتهم ومباشرة فجأة فقط كنتم تريدون الاعتقال والضرب والقتل كنتم تريدون الاقلاب وكنتم تريدون إبادة أيضا لم يكن هناك أي اقلاب لا يبرر أحد هناك أي اقلاب لم يكن هناك أي مؤشرات للإقلاب وإنما هي تصفية جسدية وإستراتيجية اتخذوها منذ 1989 من أجل التخلص من عناصر الأكور وخاصة في الجيش الوطني كما سفروا كما سفروا المدري إلى السناغال أستاذ يوسف الحكاق لدي كم كبير من الأسئلة التي وردت عبر الفيس وطبعا كم كبير من الانتقادات وأحيانا حتى الشتائم لي وأكيد سيكون لكم منها نصيب لكن ما هو مهم هو ما أمكن من السرعة في الإجابة عن الأسئلة حتى نأخذ أكبر عدد منها محمد دمين سيدي مولود أقبل أول نتمنى أن يتم البرنامج بخير وأرحب بكم وبالضيف سؤالي أهل تمت محاكمة من يعدمون ولو سوريا وهل كلهم متورطون في محاولة الإنقلاب مثل ما يزعم النظام حينها وبني دور في فلكي هل لديكم أسماء المتهمين بالجرم ووظائفهم الآن لماذا لم يقدم ذوهم شكوى إلى القضاء هنا كثير من السئلة لكن أنا أريد أن فقط هل هناك محاكمة تمت لهؤلاء الذين تم يعدمون ولو محاكمة عسكرية طيب أنتم لماذا قلتم لكم تعرفون الذين قاموا بهذه الجرائم لماذا لم ترفعوا قضايا ضدهم بسبب العفو بسبب العفو البرلمان البرلمان العفو هذا لا يسمع هذا مرسوم العفو لا يسمع بذلك جيد يسلم التاج الدين يقول سؤالي الحلقة لو ثبت حصول إعدام لضباط زنوج ما هو الحل الآن لهذه المشكلة هل يمكن للعبد العزيز أن يحي هؤلاء الذين تم إعدامهم رحمه الله وما هي النتيجة الوطنية من فتح ملف من ذلك هؤلاء يتوفوا رحمة الله عليهم ما عاد بإمكان أحد أن نحن مستعدين لاتصامه نحن مستعدين لاتصامه ولكن الفتف بين المجرمون معرفة المجرمين نواجههم يسمحون أن نسمح له إذا كانت الدولة هي المسؤولة أنهم قول لنا أنا المسؤول لغير المجرمون المباشرون المتورطون في القضية ويعود معروفين ويقفوا أمامنا ويقول للشعب المورثاني هؤلاء المجرمون وهذا ضحية تصامه يستلم محمود نحن كم تعاطفين مع ضحايا هذه الجريمة وما قبلها ما زلنا نجرب كثيرا مما حدث وأهم السؤال لدي هنا هو أين هي لايحة الضباط المتورطين في الإعدامات لماذا لا ترفع قضية هذا أجلتم عنهم لماذا قبل ذو الضحايا بالمصالحة التي جرت قبل سنوات كثير من هؤلاء قبلوا بالمصالحة وأخذوا تعويضات ليس ذو الضحايا هي عناصر أصحاب أ teenage من ذو الضحايا في عائلات لا 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 ما يصدوا وهي كثير هو يتكون من أطر في الجيش وأصحاب في عائلات في عائلات من ذو الضحايا قبلوا بالتسويات وذهبوا مع العبد العزيز في صلاته في كهيدي واستلموا استلموا أيضا تعويضات هذه التعويضات يستلموها هي ما هي التعويضات هي ما هي تسوية قبل التعويض لماذا تعويض قبل التحقيق لماذا تعويض قبل التحقيق هو إذا لم يكن هناك التحقيق لا نعرف الضحية ولا المجرب ناجي المحمد تحية طيبة أستاذ يقول سؤالي ضيفكم هل من علاقة ما بين انقلابية 87 ومعتقالي 90 و 91 ما علاقة ما قيل من إواع بعض الموريتانيين لسنغاليين يبانا 119 ومعتقالي 99 وكان الضيف ضمن قائمة ما قيل انهم قبلوا لسؤية الملف عهدي سلي محمد والشيخ عبداللهي هل كان بعضكم فعلا يؤوي من بعض السنغاليين الذين ساءوا لموريتانيا وقاموا بجرائم ضد الموريتانيين يأب السنغاليين هنا لا ليس العسكريين على كل هالين كم ليس العسكريين إذا كان هناك من يؤول السنغاليين لما يبحث في المدنيين ليس العسكريين عسكريين في الثكنات وفي القاعد وفي الحدود خيرات بيبكر ما الخطوة الجادة برعي الضيف التي يجب عملها حتى نستطيع أعطيها هذه الصفحة السوداء المثقلة بالظلم وما هي مطالب ضحايا الخطوة هو أولا إلغاء قانون العفو المجرمين وبعد ذلك نحن كشعب نحن كمسلمين نجتمع لتشاور فقط هذه الطريقة خطة الوحيدة إلغاء إلغاء هذه الخطوة قام بها رئيس سابق سيد محمد الشيخ عبدالله سيد مارا فعل سيد لم يكمل كان ينمي هذا من بين أسباب ليس هذا هو سبب اعتقال أولا إزاحة عن الحكم أنا أتساءل ليس هذا من بين الأسباب التي سببت إزاحة سيد والعبدالله عن الحكم أريد من الحقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والوقت يشك أن ينتهي السؤال الآن يطرح كثيرا أنه أنتم تخلطون بين مشكل مع نظام سياسي ومشكل مع مكون اجتماعي هل لديكم فعلا ثأر مع البغان مثلا أمين لديكم ثأر مع ناس لا 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 لو كان ذلك لا برحلنا ذلك نحن زملاء بغان أصحابنا بغان ونعرف خاصة أننا لا أعرف إلا البغان لأنني درست القرآن مع الشيخ ونقال له السيد والوقف في آلاقه والذي درسني القرآن وحفظني القرآن الحمد لله رب الله يجده اللهم أفر الله ورحمه وعرف أولاده وأصحابه ودرسته في عدادة بغي كان أن ذاك لم يكن هناك إلا 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 العربية وقت انتهى كلمة الأخيرة كلمتك الأخيرة رسالتك الله كلمة الأخيرة أنا عدء الشعب الموريتاني أن يقف صف واحد لأنه مسألة مسألة الشعب لأن هؤلاء الضحايا كانوا جنود مجندين من قبل الشعب الموريتاني وكانوا يحمون الموريتانية وكانوا تحت الراية العسكرية يختمون تحت الراية العسكرية وأتلوا ظلماً وضجوراً فجأةً بدون أي تحقيق وبدون أي محاكمة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً نجدد الشكر عليكم أستاذ يوسف جاء يوسف أليمان جاء على المشاركة معنا في هذه الحلقة والشكر للفريق الذي أشرف على إنجازها ولكم مشاهدين الكرام جزيلاً شكر إلى حلقة قادمة سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر